السلام عليكم ورحمة الله معكم ايمان مستعد ورجعت لكم فيديو جديد كنتمنى من الله هدرت اليوم يلقاكم منتما باخير وعلى خير اول حاجة كنتمنى بداية اسبوع موفقة للجميع وإلى كنتي مشاهدة جديدة القناة ديلي فما تنسايش الضغط على زر الاشتراك وتفعلي الجرس باش يوصلك الجديد البنات كيف كتشوفوا جبت لكم مشكل اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال المبتدئات هو انه كتكون وحد الرشمة فيديهم كيخرجوها صغيرة وما يمكنش لهم يخرجوا العبار اللي خاصهم يخدموا عليه كيف كتشوفوا هاد الرشمة عندي انا راها صغيرة وخاكتبا في التصوير على هاد القياس ولكن راها فعلا صغيرة البنات صغيرة في الاصل لانها ما خارجش على الاطخوة البنات كيف كتعرفوا مني كان بغيرون خارجوش يرشمة من سيبر او بزافت البنات كيسولوا بالنسبة المبتدئات كان قولوا السيد اللي غيخرجها لنا يخرجها لنا اطخوة او من المكتبات اطخوة تكون مزيانة وتخرج العبار هو هادك ولكن غالبا ما كتكونش هاد الاطخوة بزافت الناس كيكونوا ما كيخرجوش هادك الحجم فكتضر انتي خسكي تصيب الرشمة يعني انتي خسكي ضروري تشوف الرشمة شنو غدري لها باش تخرجها ما يمكنش يخرج داك العبار انا هنا البنات خرجتها هاي غير بيدي انطلاقا من هاد الرشمة من طبيعة اللي هي صغيرة انا خرجت الرشمة اللي غادت واتيني ولي هي كيف كتشفتوا في الموديل هاد الورقة اللي بشي بي فهي اللي غانخدم بيها لانه شوفوا الفرقالبنات شوفوا المربع اللي في الورقة الأصلية قداش والمربع اللي صايبت انا قداش يعني كي الفرق هذا اللي صايبت انا را ما شي شي حاجة اللي كبيرة ولا خيبة ولا غادجي شي شي حاجة معيأ قام لا راها يا هادك والقياس وهدك اللي خسنا نخدمو به اه القياس الغالط هو هذا اللي عندي في الورقة الاصلية اذا باش نتجاوزوا هاد المشاكيل كاملة الى ما لقيتش القياس اللي ركت قلبي عليه انا بالنسبة لي اه الطريقة اللي كان ديره بغيت نشاركها معاكم هي هادي كيفما غتشوفوا سهلة جدا البنات غير كزو معايا دبا هاد الرشمة عندنا صغيرة احاول نقربو تصوير باش تكون الصورة ليكم اوضح الرشمة عندنا صغيرة غنحاولوا نشوفوا اكبر بلاصة عندنا فالرشمة اكبر وردة عندنا هي اللي غنبدا بيها الخدمة ديالي غنبدا به هاد الوسطانية البنات لانا هي الكبيرة شوية وكيف كتشوفوا هاد الرشمارة ها ما مقدش الوردة عشوائية ما مقدش الجوانيب ديالها مويم هاد شي كامل احنا نقدم عبعدنا دابا ونوريكم الطريقة ديال كيفاش انك تكبري الرشمة غير بيدك ما تحتاجيش انك تخرجي او الا انك تقلبي شكون غي يكبري هالك هيدانا البنات كيف كتشوفو كنمشي انا مباشرة شوتو انا هاد سيلو ما كيساعدنيش غدا نحاول نغيره المهم غادي تمشي مباشرة لرشيمة غا تبدي بحلة يكتنقلي ولكن من طبعه الحال انتي كتبعدي شوفو البنات انا كنبعد على الرشمة الاصلية وكنحاول نكبر بيدي شوية كندير نفس الخدمة اللي عندي في الرشمة كنحاول عفوا هنا تصوير شوية الضبب بليه ولكن اهو غير جعل الاصل كيف قلت لكم وكيف ما كتشوفو في الفيديو البنات غير كان حاول نبعد واحد شوية انا كان انا كان بعد وفي نفس الوقت كان ارشم ارشيمة كيف ما اختها تكون غير كان بدأ نكبر بيدي بحل هكا هالطريقة البنات سهلة وبها كان نخدم بزاف ديال الباسي ديالي او اللي ديال ليموديل اللي ما كان بعض المرات ما كيتواجدش انك ما كيتمكنش لك انك تصيب يدك القياس اللي راك بغي سينيز كانين بعض المرات بزاف الاخوات كيقولوا كيفاش ممكن انني ندير هذا الرشمة في القياس صغيرة كان قولوا ليك ممكن انك تديريها في النمرة اضخوا عند مول مكتابة اللي غاي سيبها لك وبعد المرات ممكن انه تكون الالة اللي يلو خاسرة ليه بعد المرات ما كتكونش عندهم امكانيات ما كيخرج كيقولك انا كنخرج هاد القياس فقط فاذا انتي خستك تطر في طبيعة الحال والطريقة اللي غا تديري هي هادي كيف ما كتشوفوني انا دبا في الفيديو غادي تمشي بحال هاكا غا تبقى يتقل غا تبقى يدوري على الورضة ديالك انا هنا بدلت باش يبان لكم تصوير مزيان وغا نعاود نحاول نعاود نوضح شوية باش يبان اكتر اذا هادي هي الطريقة البنات كان بقى نقعد في الرشمة وفي نفس الوقت كان كبرها اذا البنات كيف ما كتشوفوا البنات هناك كبرت الورضة ديالي شوية وكيف ما قلت لكم انا ما غاديش تكبري كتر القياس فقط القياس اللي خستك تخدمي عليه يعني ما غا تديري شي حاجة اللي هي كبيرة بزاف غا تجي عو تاني عيبة في المنظر وما غا تجي عندها لحلة ولا تشي حاجة فقط القياس اللي غا يخصك وفي نفس الوقت البنات انا كان قد في الرشمة كيف ما كتشوفوا معي الورضة ديالي درشمة مخدومين مشكل عشوائي ما عاطينش منظر ما عاطينش الفورما اللي خستك تكون عليها الورضة فما عاطينهاش انا هنا كان حاول نقاد في الورضة وفي نفس الوقت راني كان هنتم البنات شوفوا المركز الوسطاني الدائرة فينك يخصها تكون والورضة كيف شرها عوجة ولكن هادشي كامل البنات بالنسبة المبتدئات والبنات اللي معاي في القروب عندهم مشاكل فرشيم ردوا له البال ما تجي شو تحطي الرشمة كيف ما هي الرشمة ضروري تعود يتقاد بيها يعني ما تجي شو تحطيها لان مني كاتهز مني البنات مني كيبدو يدور رشامي بيناتهم كلا يد وكيفش كاترشمها انتم طبيع الحال مني غا تبغيت خدمي بيها ما غا تجي شو تحطيها فوق البياسة ديالكنيشا ضروري عاوديها قاديها شو في لكني شي حروف ما مقادينش قاديهم لانا را كيف كان نقول لكم راها خمسين في المئة على رشيم وخمسين في المئة على الخدمة هنا البنات كيف كاتشوفوا شوفوا الفرق اللي ولا عندي ما بين هادي وهادي وخطبة لكم كبيرة في الصوير هذا هو القياس كنعاود نأكد على هاد النقطة باش ما تقولوش ليف ليكم وطيق غيرها للورضة كبيرة الورضة ما كبيرة شو البنات الورضة هي هاديك فقط كبرت لي مع بانت كبيرة مع التصوير لان التصوير دايرا ليه الزوم والزوم كيف كنعرفو كيقرب وكيكبر الحاجة اذا غنجيو البنات في هاد الموربا عطا هو خصو يكبر وكيف ما كتشوفو كنخلي الخط الاصلي وكنفوتو غير بوحد شوية وغنبدا ندير نفس الشي يعني كنبقى نتبع على رشيمة ديالي هي ايا انا بغيت نفس الرشمة ولكن بغيت غير القياس لي كبر شوية فهذا هو الحل وهدي هي الطريقة اللي كنستعمل انا هنا غادي نحدفو هادي لاننا غادي نحدفو الفوق والتحت لاننا انا غادي نخدمو غير بها الطرف وغا نوريكم كيفاش باش نكملو الرشمة وجينية هاديك وغنخدمو بها نصدق ديالنا اذا مني غادي هانتوما البنات هادو هما اللي غا نخدمو بهم وهنا حدفنا هاد الشي الاخر غا نجيو دابا باش نقادر رشما ديالنا دائما البنات منيطيحو في هاد الموقف ما عليكم غير تديرو هاد الشكل هادا اللي انا كنقول لكم اللي كتشوفو دابا وان شاء الله متكون غا تكون نتيجة مرضية غا نبدو كيفما شفتو الرشمة هنا بادية بالمربع كيف شفتو معايا من قبل الموضي البادي من المربع واللي كيكون فوق فانا هنا اجبت البابي كاربون وغا نبدو نرشم على داك الرشيم ديالي اللي انا خدمت هادي هي الطريقة البنات كانت مننا من الله تكون فدكم وتكون المعلومة وصلات وبالنسبة لبنات اللي عندهم مشاكل فرشيم معايا بنات ما زال عندهم مشاكل فرشيم كانت مننا من الله تكونوا استفدتوا دائما الرشمة قديها عاد رشميها عاد رشميها ومني ما يكونش عندك امكانية باش تخرجي الرشمة النمراء اتخوة وكانت عندك صغيرة فهذه هي الطريقة اللي ممكن انك تستعملي وتكبري بها الرشمة غي بيدك هنا ها هي خرجت لي غا نحاول نقاد دائما الرشمة غا نقادها نقاد داك شي اللي خسني نقاد ونجي باش نكمل تتمة ديالي ديال هاد سميطة اللي عندي اذا هنا غدا نزل باش ندير المربع الثاني وهاد الحاجة اللي هنا عودتاني البنات راها مهم ما شوفو غا نتخلصوا بعدها من هاد الزوائد هادو كاملين باش ما يديرون جيوناش في الخدمة وغا نبدأ ونحطوا ردوا البالة لبنات ما تديروا شي حاجة عوجة وما تحطوا شي حتى ما نقادش هنتما المربع يكون المربع يكون مقاد مع بعضو ديروا السيلو او اللي ديروا السنتيم او اللي ديروا المستارة وعبرو مزيان ضروري البنات ما تحطوش الرشمة الا وانتو ما متأكدين باللي هادك هو الموضع ديالها الصحيح وباش مطابعة الحال من بعد غتولي وكت من بعد غتولي وتعرفو دك شي غيب عينيكم وميزانكم ولكن مطابعة الحال المبتدئات ديروا السنتيم باش تكونوا متأكدين من العبار ديالكم البنات هادي هي الطريقة الى تعذر عليك انك تكبري شي رشمة هادي هي الطريقة السهلة اللي ممكن انك تستعمليها غير بيدك كيف قلت لكم انا احكينين بزاف ديال الناس اللي ما كيخرجوش الادخوال اللي احنا كنستعملوها كيخرجولك رشمة صغيرة يعني ما عندك ما تديري غير انك انتي تكبريها الراسك اه هانتوما البنات كيف ما قلت لكم اردو البال مع السطر يكون سطر مقاد الرشمة ما جيش عوجة من شي بلاسة وصفي او بديكات رشمي انا دا الرشمة كلها نرجع ليها باش نقادها حتى هي نقاد لها جنيبات ديالها لان كيف ما قلت لكم قاد دي في الاول وقاد دي في التالي قبل ما تحطي قبل ما تحطي الرشمة على التوب هذه هي الطريقة البنات كنتمنى من الله تكون الفكرة وصلت لكم اه وبالنسبة للبنات اللي عندهم مشاكل فرشيم نكون وصلت لكم موالا وجزء بسيط من المعلومة اه هنا البنات كنقاد كيف قلت لكم غا نعاود نقاد هالشي كامل من الضروري انك تقاد دي باش باش الوردة ما تجيناش عوجة او لا ما يجيناش الرشمة فيها شي عيب اذا هنا البنات كنت شوفوا الفرق شوفوا شوفوا يعني التكبير اللي احنا درنا شوفوا الفرق بالخدمة شوفوا المربع اه لا علاقة له بهذا المربع وكيف ما قلت لكم وكنا عاود نقول لكم مرش ما القريب الاصلية رحا صغي وورا بساف ما غاديش ما يمكنش لك تخدمي بها نص طق ديال لامرة فالقياس المزيان هو هادا اللي راني خدمت ان شاء الله غادي نخدموا مع بعضنا الموضيل باش تشوفوني باش تشوفوا الموضيل كيفاش غا يطلع وتشوفوا الخدمة كيفاش غا تجي انا هنا دجا خدمتو اه خدمتو قبل في هاد الورقة هادي نفس الخدمة اللي انا خدمتها انا شاركتها معاكم في هاد الورقة اللي بالبيض كنتمنى من الله نكون فدكم خليوا لي يا لايكاتكم اه انتظروني الحلقة المقبلة اه بالنسبة لبنات اللي كي يأكدوا لي على رشيم اللي معايا في القروب نشوفوا الطريقة ديالرشيم ونشوفوا الطريقة اللي غا نبت بها هاد الموضيل هذا تبقوا على خير اه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة